اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين وحالة خاصة جدا من برنامجنا الشهير اكلة امي اكلة امي النهاردة بساطة سهولة مرونة هنعمل ايه النهاردة يا عم الشيف معانا فراخ عايزين نعمل طاجن الطرلي بالدجاج معانا تشكيلة من الخضار من قلب التلاجة تقدر تعملي صانية طرلي لطيفة وجميلة وميزة الاكلة دي هيتعجب الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير معانا فراخ ومعانا تشكيلة من الخضار طبعا معانا النهاردة طبق مكارونا جامد جدا انا عاشق للمكارونا البنة اللي بتتعمل بالويت سوس بس ممكن نعملها بالدجاج نعملها باللحمة المفرومة ولكن بالمشروم اعطاكي الده بروتين نباتي لطيف وجميل وفيه البعض بيحب المشروم اللي عاملين هلسي او بيحب يأكله التخزية السليمة المشروم امن من ناحية البروتين بتاعه فتعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي معانا طبق اصلاة لطيف النهاردة بصراحة قدوم الشتاء الخير بيجي معانا من الخضروات معانا فجل ومعانا جرجير وفلفلة وبصل عايز اعمل طبق السلطة قيمة الغذائية عالية جدا بالجرجير والفجل حاجة لطيفة وجميلة الاتنين حوامد ولكن مع زيت الزيتون وعصير اللمون اكيد طعمهم هيختلف انا مش عايز تقول لحضراتكم لان نعد تفاصيل في الحلقة وفيها شوية شغل بترد الصغير قبل الكبير خلا ناخد بعضينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنشوف معلومة غير معلومة مع تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد اولا تروحوا بعيد تابقوا لي ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا تشوفوا مع بعض ازاي معانا فرخة لطيفة جميلة عايزة النهاردة تتقدم بطريقة جديدة معانا الطرلي بالخضار تشكيلة من الخضار انت وشطرتك سبانخ جاة ممكن كوسة جزر بسلة بطاطس مشروم معانا فرخة ومعانا البصل ده اساسي والتوم كسبرة خضرة ونشوف نعمل مع بعض ازاي صاني الطرلي او طاجن الطرلي بالفراخ الماديرة على الشاشة في متناول الجميع ولكن الطعم ده طبعا معانا تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي اول حاجة باخد الفرخة دي اقطحها تكافي العيلة والقرايب والحبايب اه يعني دي مفرخة سليمة حاجة وانك تقطعيها طبعا دي حاجة تانية خلي مهم جدا واحنا شغالين مع بعض اعلمك ازاي للامانة يعني ان كنت ما تقدرش تعتمد على الراجل بتاع الفرخ انت تقطعها في البيت سهلة جدا خالص اهم حاجة معاك سكينة صغيرة كده بيسموها الجزارين طبعا الكزلك يعني مش لازم تجيبي سكينة كبيرة وتقطعي الفرخة بالشكل ده كده اهو دي انا مش عايز حلو الكلام وانا واقف كده الفراخ بعد ما تتقطع بتتغسلش فرخة تتغسل وهي سليمة ده مهم جدا على فكر فرخة تتغسل وهي سليمة اتقطعت ما نصحكيش تخسليها تخسليها هتبقى زفرة اهو هتفتكر انك لما تخسلي الفرخة بعد ما تقطعيها هتشيل الزفرة منها لا خالص اه حالو بدي مسكها كده بالشكل ده كده اهم حاجة تشيل السلسلة زي الشعرة من العجينة كده اه وناخد النص ده بنقطعوا على ايه اربع قطع يعني يكفوا اربع منابات ونجي على السدر ده كده تمام زي الفل يا عم الشيفة سهلة دي اه مش محتاج انك توديها بقى للرجل بتاع الفرخة يقطعها لك وسهلة خالي مش محتاجة يعني الواحد يكون عنده قوة ولا عصب ولا اي حاجة خالي اهم حاجة السكينة تمشي في المفاصل مزبوط اه بالشكل ده كده وازاي اعمل طاجن طورلي بالفراخ بطريقة جديدة الفراخ عندي زي الفل هتبيلها تدبيلة سريعة كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم وانت بيتتبيل الفراخ دي تحط في الاعتبار الطاجن الطورلي يبقى محارمش شوية اوع تقسل الفراخ بعد ما تقطعها من فضلك ما نصحكيش فصي توم حلو والله الفرخة بقت في الصينية يا شفيق كانها دي كرومي ربنا بارك فيها بسم الله يا ما شاء الله وهي سليمة يعني ممكن نقول دي صغيرة شوية الملح شوية التوم شوية البهارات الحلوين معايا صينية على النار طاس على النار جريلة على النار حل على النار بتسخد دي اما حاجة درجة حلوية هتكون عالية جدا ليه عمش شيف علشان قدي للفراخ دي الصدمة شوفت التحميلة دي الفراخة الشكل دا كده فلطاسة اللي معانا على النار معانا فلفل زي دا كده اه طاجن طورلي يعني حاجة حرشة مكوناته بتبقى حرشة زي الفل معانا الصينية فيها زيت معلتين صويرين كده عايز الفراخ دي تتحمر بسرعة عشان استفيد بالشربة بتاعتها عشان الشربة بتاعتها اللي هتدي للخضار الطعم لان انا ما عنديش شربة ضاني هنا ولا شربة لحمة اخد الفراخ زي ما هيه كده الله الله الرحل حلو اولا زفارة مين يا راجل يا طيب اه اقدرت ازاي التحميلة دي مطلوبة اه تسلم ايدك يا عم الشيف وانا شغال كده اخد الفلفل دا كده هايلو واسب الفراخ تستوي دي اول ايه خطة بدأناها مع بعض هايلو الكلام البلانشة الخشبة اللي احنا قطعنا عليها فراخ نشيلها مش عايزينها انت في البيت نفس التصرف خليكي نفس مدرسة المغازي واحنا شغالين مع بعضا هايلو الكلام عالفراخ ما تستوي عم الشيف هناخد الخضار بتاعنا دا كده نقطعه باشكال حلوة مربعات كريهات مستطيل زي ما انت عايزة بس حط في الاعتبار تاجر التورلي دا لازم يكون شكله لطيف وجميل لانه احنا عاديين بناكل كده من اللي عايز جزر بنائج جزر اللي عايز كوسة بنائج كوسة وهكذا هايلو الكلام بسكينة تانية وبلانشة تانية هنبدأ نقطع الخضار بتاعنا دا كده بطريقة ايه بسيطة وسهلة انا ماشي مع حضرتك يا اوات واحدة واحدة الفراخ على النار نعم حاضر يا غيلي عايز نقلب الفراخ ونشوفها حينية امر بسم الله الرحمن الرحيم اه شفت الحمر شفت الجمال اه اهم حاجة تقصد تكون سخنة ايه الحلاوة دي ايه الجمال دا مكعب الزبدة اللي انا حطيته مع الزيت هو سر لايه اللون الاحمر دا اللون الاشقر دا اه الشكل دا كده واسيبها تانى على النار تتحمر مش هغطيها انا عايز البخار دا يطلع اقلوا الكلام اه تاخد الخضار بتاعنا كوسة كده مربعات كبيرة كده انا باعشا الكوسة لما تكون مستوية في مرق لح في مرق خضار الجزر تقطع كده بالشكل دا كده اه وعلى فكرة الخضروات بالذات فيها الياف فيها قيمة غزائية عالية جدا انت ممكن تاكل الخضار ومش لازم تاكل فراخ لو انت ملكيش مزاج للفراخ الخضار خد من طعم الفراخ وخد البروتين وطعم البروتين الخضار لما يتقطع سليم بالشكل دا كده بيمتص الشربة بتاعت الفرخة او اللحمة اللي انت بتعمليها فاصبح فيه ايه بروتين معانا الخضار زي يقول معانا الزيت هنا بيسخن حالو الكلام ناخد الخضار دا نحطه في قلب الزيت اضطر لي كل حاجة بتتحمر لوحدية ممكن تعمليه كله نايف نايف بس للامانة انا بحبه يتحمر بتحس ان الخضار له شخصية كده في قلب الايه الكسرولة او في قلب الطاجن او الفخارة اللي بتعملي فيها هناخده كده زي ما هو مخرجنا الجميل ينزل كده الخضار بتاعنا الله على الحلوة اهو حالو ايه يلا بينا دول كمان نزل نعمل صانية كده ايه ممكن تقعد عندنا يومين في التلاجة ناكل منها بألف انا وشافة حالو معانا بصل زي دا كده حالو معانا فلفل اغدر واحمر واصفر برضو نفس الكسة اهو بالشكل دا كده والبصل يتقطع سليم فلفل اغدر بتاعنا بالشكل دا كده نفس الكسة اهو اهو جبيلك سطور زي دا كده كلمة السطور بتخوف بس هيساعدك فتقطع الخضار في البيت هادو الخضار معانا جايز كده زي الفل ايه الفراخ اغبارها ايه عم الشيف اهو دا ايه ايه الحلاوة دي ايه الجمال دا اهو شفت الفراخ لون هتغير ازاي السر للامانة معلاتين زبدة اهو اهو طب تروح مني فيه لانا حاطتلك فلفل الوان وبتحب الالوان وبتحب التشكيل اهو شفت دي الفراخ الخضار بيتحمر نشيل دي من هنا كده عشان نوسع لمخرجنا والاسد زيتنا ناخد الكسرولة الحلوة دي كده اللهم صلى على النبي الفلفل هنا انا مش هحمره بحطه هنا كده بحطه هنا كده حل البصل الجميل الحلو ده بحطه مع الفراخ هنا كده حل بنقلبهم كلهم مع بعدي تاني وقدرت ان انا اعمل طاجن او صانية طرلي تكفي عيلا يبوكي تعمل الطاجن ده في عزومة وعملت حفلة على الفرخة انا عايز اوصلك رسالة قوية من الخبرة التهوية وخبرة السنين انك تقدري بحاجات بسيطة وليلة تعمل حاجة حلوة قوي فرخة ازا دي كده ايه تخد التشكيلة من الخضار الخضار ده موجود في اي تلاجة موجود في اي بيت عملنا منه حفلة فراخ مرصها هنا بالشكل ده كده الرصة الحلوة دي كده الشكل اللي يفتح النفس ده كده الخضار الاتحمر ده كده اللهم صلى عنا انزل بهنا كده الله شفت الشقاوة دي دي شقاوة مطبخ سموها شقاوة مطبخ انا حطيت الخضار هنا ليه مع الفراخ او مع البقية بتاعت الفراخ عشان ياخد طعم الفراخ قبل ما احطه في الصينية واجمعهم كلهم مع بعضيهم حلوة الكلام اللهم صلى عناب ناخد كده ايه الحلوة دي يا شكاوة ده انا باجيب الفرخة دي بقولت كف مين ولا مين ولا مين عملتيلي عليها حفلة يا مغازي اه كده جوزك يحبت تب في العيلة معروفة ان كنت ست مدبرة شطرة اه شفت الخضار الحلوة ده كده صدقيني هياجب جوزك اكتر من الفراخ وهياجب حماتك اكتر من الفراخ لان هتاكله كده وتستطع مطعم الفراخ فيه شفت الصينية الحلوة دي كده لسه ما خلصتش انا يا مخرجنا اصبر على ريزا التركية والكبيرة والدلع كله جاي نرجع الطاصة دي على النار تاني محلك سرك زي ما هي كده خلي بالك الشغلة هنا شغلة عالي معانا تومة الله اكبر معانا مكعب زبدة شفت بقى التركية اللي مش هتلاقيه عند اي حد مع التوم ده يتحط زبدة على النار خلينا نكفي ده نقلب ده كده لا اله الا الله اهو نقلب كده التومة مع الزبدة اخد طعم التومة مع الزبدة ده مهم جدا انا بس بوصل حاجة مهمة لما تلاقي فرخة عندك في التلاجة طلعها زي ما عمل الشي في المغازي كده وتعملي عليها حفلة زي ما انا عملت ده ده توم شوية سماء شوية بهارات زبدة فلفل اسود لسه ما خلصتش كسبرة خضرة الله اكبر اهو شفت الشغل ده كده اهو معالاية فلفلة حلوة اهو فلفلة اللي هي الهريسة الحمرة اهو حالوا الكلام شوية مية من برد الشاي اللي عندك اهو شوية ملح صغيرين عشان نعمل عملية توازن للطعم وهناخد كل ده عم الشي في المغازي بنحطه على الطاجن بتاعنا وندخله الفرق بالشكل ده كده اللهم صلى عليك هي دي التركاية اهو دي التشة دي الخلطة اهو الله ودوب كده اخد طعم الفراخ مكان التحمير الزبدة القوام الحلاوة الجمال وانا مش هدخلها الفرن يا مخرجني ايه رايك عشان تدلحها كده وانا طالع الفاصل تغازيلها شوية نودحها الطاجن ده لازم يتغطى طبعا بورقة زبدة وبعد ورقة الزبدة ورقة فويل ويخش في قلب الفرن سدقيني هتاكل الخضار تاكل البصل تاكل الكوسة تاكل الجزر عايز تحط بطاطس ماشي كل الكلام ده وتسيم الفراخ للاولاد هناخد بعدين نودح فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع نشوف موقفنا مع تاجن تورلي في تشكيله من الخضار من خير ارضنا معنا طبق مكرونة بالويت سوس جامد جدا معه مشروم ما ننساش طبق صلطة من خير ارضنا بالفجل والجرجير او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل وارجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي اولادنا وانا شخصيا والكبار بيحب انواع المكرونة اللي هي باطعمة مختلفة مكرونة بالويت سوس مكرونة بالريد سوس بالبينك سوس حاجات الجميلة بالجنين سوس اللي هي ريحان مع لوز مع توم مع زيت زيتون بينضربوا في الكبة يبقى عندنا صلصة لونها اخضر مع شوية مكرونة واسلونين تبقى مكرونة بالجنين سوس حالوا الكلام ممكن تستبدل الريحان ببعدونس زي ما انت عايزة بس هي جات الفكرة عشان اقولها تعال شوفوا مع بعض ازاي نعمل مكرونة بالويت سوس مقادرها على الشاشة لا تتعدى للامانة اصابع اليد العشرة مشروم جبنة برميزان مبشورة بديل لها جبنة رومي مبشورة مكرونة بيننا معانا بصلة نعمة فصل توم ناعم قليل من الشبت كريمة لباني زبدة حلو الكلام تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي طبعا المكرونة ده انا عاشق له وللمشورم بالزيت لما بيبقى بستوي مع الويت سوس بيبقى لطيف وجميل وفيه علاقة عشق ما بين المشورم وشربة المشورم بالويت سوس شربة المشورم بالكريمة المشورم بالويت سوس ده كل حاجات كده معروفة بناكلها طيبا مع الستيك المشوي او البيبر استيك لما تحط عليه مشورم وويت سوس تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي اي يعني بتطر يعني انا باجي وانا شغال او انا بقول وصفة اكله بافتكر مواضح تانية في اوصفات تانية فبضطر اقولها علشان حضراتكم بتبقوا برضو ملمين بالموضوع مدرسة المغازة بتقول ايه بتقول المكارونة بعد ما تتسلق ما تتغسلش مكارونة اسبكتي مكارونة بنا يفضل عدم غسلها بعد ما تتسلق وكمان يفضل ان احنا ما نسلقهاش تسوية كاملة تستوى نص سوى تكمل النص التاني مع السوس التابع ليها سواء بلونيز سواء مشروم ريت سوس وايت سوس ايا كان هي دي المدرسة هنا ماء سلق المكارونة مية مغلية معها زيت وملح ايه جاهزة اوعي في حياتك تفكر تحط مكارونة في مية باردة في مية لسه مغلتش المكارونة هتتكسر منك وتعجن منك ومعالمها مش هتعرفيها المكارونة البنة بالذات لازم تتسلق في مية مغلية بملح وزيت زيتون اه اه ا اه 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 ا اه او انا شغال كده اه شفت الحلوى دي شفت الشعاوى دي اه 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 دول مش هحطون ف المية مستنت يا نزلهم ف المية مش هحطون ف المية هتحطون فاني عم تشيف اه في قلب الزيتigo ايه اللى بتعملو ده يشيف هو ده بقى هي دي التركياه اللى انا عز اجيقكم بها بكرونة بالوقت سوس معانا مكارونا كده هتاخد لون في قلب الويت سوس هتدي شكل جمالي بتفتكيرها سجوء بقى بتفتكيرها لحمة مفرومة بفكرة عمل الرز اللي هو حبه وحبه مكارونا تحمرت ازاي وهي بتتحمر وبتتدلع بنزل ببصلة نعمة فصلتهم نعم بتحمرت المكارونا بحد ذاتها مع البصلة والتومة فكرة برضو تحميل الشعرية وانا بعملها شربة فبتدي طعم للفليفر بتاع الزيت وانا شغال كده شفت بقى افتكاسة كتفي راسك دي كتعلى بالك دي اتحداك تبستنية لما نزل المكارونا كلها في قلب المية حتى المخرج مستنى لاخر شوية مكارونا اتفاجئ ان انا نزلت بقية المكارونا في قلب الطاصة بانزل بالزبدة دي وحمر كده شفت المدرسة شفوا بقى اللي جاي بقى احسن طريقة لتحميل المكارونا هنا مع البصلة والتومة وانزل بشوية مية عليهم عشان نكمل سوا هيديني قوام للسوس قوام للسوس ده انا هاعتمد عليه اعتماد كل مع اضافة الكريمة اللباني وكده مش هحط الانشة ولا دقيق الله عليك عم نشيف عايزة تستبدلي تحميل المكارونا ده بالنشة والديه اهلا وسهلا تحميلة دي مطلوبة شغالة واتعند زعتر هنا الله محزوز محزوز يا مغازي الزعتر البرى ده اخواننا في مطبخك خليه دايما موجود اهلا فرش ده بطيف اهلا تاخد كده اهلا ده مهم خلي بالك جد في المطبخ وخصات المطبخ التالياني رزماري وزعتر وزيت زيتون اهلا شفت تفرق دي بقى في الطعم اخلي بالك ممكن والله الحزمة دي مش بكملة تلاتة تعريفة بس وجودها في المطبخ مهمة جدا رزماري زعتر اوه تحط العروق دي يجي تحت سنان حماتك ولا ممتك تزعل منك وتقولك ما تخشيش المطبخ تالي لانك هتروح عن دكتور السنان تصريفي مبلغ وقدره نتيجة ايه؟ عرق النعناع اللي حتطيف العصير عرق الرزماري او الزعتر اللي حتطيف اكله الدبوس اللي الناس تيه وانت بتفتح الكيس بتاع المكسرات عشان تعملي فطير حاجات اللي هي ممكن تعدينها دي وتلفقوتنا اهو شفت التحميلة دي مطلوبة اه حالوا الكلام حالوا الكلام هنبدأ نعمل ايه؟ عم الشيف عند المقرانة دي بتتسلق بتتسلق نص سوا بقى اللي بقى كده في الميا والزيت والملح عندي مشرم طازة باخد المشرم اقطعه كده تقطع دي مطلوبة اهي حابات المشرم هي سليمة او اتعانوا الصين كده اهو دي طريقة برضو اهو نقطع المشرم ازاي اهو نجي محابات المشرم زي ما ايه كده ونتحن الصين نبدأ نطاحة كده دي مدراسة تقطعه المشرم هو ملوش تقطعه غير كده خلي بالك اهو عشان نحافز على المعالم بتاعته عشان يباني ان ده مشرم ناخد المشرم ده نسقطه على ايه؟ على المكرونة الحلوة دي هالعب اهو ما يبسل اهو شوية مكرونة اول مرة تكليفه اما انا عملت المكرونة بالويتسوس قبل كده مليون مرة بس المراتي بتعمي مختلف واعملها بكرة بتعمي مختلف وبعد بكرة بتعمي مختلف وبعد بعد بكرة بتعمي مختلف وانا شغالها ده حبي للمطبخ عشق للمطبخ هويتك للمطبخ حابة انك تخش المطبخ تبديعي تقلفي تفكري اه نحمر المشرم مع الافتكاسة بتاعت الشيف المكرونة اللي حمرها البصلة اللي حمرها الحلوة والجمال ده كده او انا شغالها اه ايه ده يا شيف ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اه حال عندي ماء سلق المكرونة اللهم صلى عنها يلا مخرجنا هو ده هو ده يلا بينا اللهم صلى عنها شفت الشعاوة اه واسيب دول ياخدوا غلوة تكون المكرونة بتاعت اللي في الحلة او اللي في المصفة حلت يعنيها حلت يعني خادت نص سوا اه بهاراتنا هنا فيلفل اسود ملح ونقلب التقليبة دي تاني لا اضطر لنساها انا مغطيه بورعة زبدة وورعة فويل وحط فرفر ده خالص لازم ده ياخد غلوة كده في الفرن ويبقى فيه انسجام ما بين الخضار وبين الفراخ وبين الخبرة الطاوية وبين الطشة والكسبرية والتومة والجو اللي احنا شفناه قبل الفاصل ده مطلوب خلي بالك فما ينفعش كمان ما نكشف علينا اخبار المكارونة ايه؟ زي الفل اه اه هو ده اللي انا عايزه ناخد المكارونة دي كده يلا بينا يلا بينا اه شوية مكارونة ما عملتهمش قبل كده نشيل دي من هنا ونخليها تكمل سويها مع التفاصيل اللي احنا عملناها من شوية مشروم شفت المكارونة اللي متحمرة بقى هنا شكلها عامل ازاي مع المكارونة هو دي بقى يوم الاولاد وما بيأكلوا ايه ده يا ماميتو دي مكارونة وايه البيضة دي يا ماميتو دي مكارونة طب دي حمرة ليه يا ماميتو والله انا فتحت التليفزيون النهاردة القناة الاولى شفت الشيف المغازي حمر شوية مكارونة 20-30 واحدة كده ودهم لون حطهم في قلب الوايت سوس اه دي انا نتفرج عليها دي لما تاخد كريمة لبانة دلوقت اه هللي ايشكلها اختلف تماما اه شفت الحلوة شفت الجمال ولا فراخ ولا لحم ولا حل انا اعتمدت عن مشروم والمشروم مصدر غني جدا للبرتيني النباتي يتحدى الخفان ويتعدى لحم الكندوز والضاني وكل حاجة اه حبيت تطلع فاصل انا جاهز معانا في طبق المكارونة ده نوع جبنة جبنة دي ممكن تكون جبنة برميزان او جبنة موزرلة مع كريمة لباني مع قليل من الشبت السلاسة اللطيف ده ده اللي هيدل طبق المكارونة ده شخصية تانية خالص تاني جبنة مبشورة او مفرومة او بودر وكريمة لباني وقليل من الشبت هنطلع فاصل صغير او هتروحوا بقية تابعوا ورجع لحضراتكم بعض الفاصل مخرجنا من الفاصل الاولاني عايزي شوف فين الطور اللي راح بص يا غالي انا مش حرمك من حاجة او بص اطلعها فين بعد كده يعني اجي بيها حدك في الكنترول معانا كوسة وفلفلة وبصل وفراخ الطشة والكوس بلسه دي هتدافر فرد شوية انا بس حبيت اوريه لك ايه وصلت لي فين عشان المصداقية والشفافية شعرنا على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية انا شلت الفويل وورقة الزبدة في الفاصل وطلعت الصنية او الطاجن ده على الشبكة من فوق علشان ياخد وش وحبيت اوريه لحضراتكم نقفل الفورد تعالى نبص ايه اللي حصل في الماكرونة الحلوة زيت اللونين البنك والويت الله لسه تركاية لسه تركاية الحلوة كريمة لباني اعطيت عليها شوية حليب عشان عايز للمقارونة دي قوام نقلب كده ونبص مع بعض ايه الاخبار انت تقول استوت ولا ما استوتش بالله عليك ما هي تقريبا كده الشوية والمقارونة حطينهم كانوا قدي ايه بقى قديتي بقى استوت لان المقارونة اللي بنا بالذات لما بتستوي بيزداد وتضخم حجمها واللي عجبنا او في الليلة دي كلها المقارونة اللي هي متحمرة دي كل مية حبيت مقارونة نلاقي واحدة ايه لون تاني ننزل بالدلعة ده كريمة لباني العب ايه هو ده ونقلب الله هتفرج على القوام دلوقت حليب كريمة لباني تدوب كده شفت القوام بدأ يديني ازاي اه الله ده انا يا شيف مغازة بخش المطبخ بقل من المطبخ عشان اعمل طبق مقارونة زي ده تفاصيل كتيرة في الطبق ده او في الصنية دي او في الطاصة دي اه تفاصيل كتيرة من بداية تحمير المقارونة مع البصلة مع التومة مع المشروب اه مع سلق المقارونة من البداية نص سلقة تكمل سواها مع الوايت سوس اوه حلوة اوي شوية شبط صغري بقى اطراف ايدك كده ما تكترش منه لان ده حرامي ننزل بالجبنة يا دلعك المقارونة الرومي بالذات اصد الجبنة الرومي بالذات لما تكون مبشورة بنتعمل برمجان بس ايه ارخص طبعا ايه جبنة البرمجان دي جبنة عاملة زي الرومي كده ملحة شوية بتتبشر اخواننا في الصبر ماركت بيعملوا ايه بيعملوا حاجة لطيفة وحاجة حلوة برضو بواي جبنة الرومي عنديهم بيبشروها ويعبوها جبنة مبشورة لطيفة بمكن تشتريها عادي يعني اه مش وحشة لطيفة وزي الفون نغرف المقارونة دي الف هنا وشفة اللي يأكل منها اه خلي بالك يا امي يا خلتي يا عمتي يا ستة كل يا عروسة يعني لسه مبتدئة مطبخ طالما هتستخدمي جبنة رومي في طبع المقارونة ده يفضل استخدامك للملح قليل بداية من سلق المقارونة لانك اتحطى في راسك وبخططها هتحط جبنة رومي فطالما هتحط جبنة رومي تعلين الملح في سلق المقارونة اه اه ده اللعنة اه 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 الله اه شفتوا مكونا الناس اللي تتكلم مصر ازاي تقولي لي بقى طلياني اه برازيلي دي معمولة بخف الدم ومصر تلاينا هيحمروا شوية المقارونة دول اللي كان المخرج راسب على ان هم هيشوفهم في الاخر اه ولا في الحلم ولا عمرو يفكر ولا تيجي دماغه لكده اه واحنا بنكل المقارونة دي هتلاقي المقارونة المتحمرة دي واخده طعمي تاني خالص والمقارونة اللي مش متحمرة واخده طعمي تاني تعالوا مع بعض نعمل طبع صلطة لطيف وجميل شكل الخضار وهو في الصينية عجبني جدا معانا فلفل الوان معانا فجل ابيض لسه الاحمر ما شفتش في السوق معانا بصل ومعانا توم طازة ومعانا سنة شبك قليلة وعاصي الليمون وزيت زيتون وربنا يعننا كده ونشوف هنقطع الخضار ده مع بعض ازاي حالو الكلام حاضر يا غالي بس ياخد وشي بس الطرلي ياخد وشي هتلاقوا لحضرتك وتشوف اه مقارونة جمدة جدا قاعدة المغازي بتقول ايه اي خضروات ورقية او غير ورقية لا يفضل ان احنا نغسلها بعد التقطيع تتغسل قبل التقطيع واجباري خاص جرجير سبانخ خيار التعطيع كرومبا التعطيع ده ما يتغسلش خالص بعد التقطيع يتغسل قبل التقطيع واكتبها على باب التلاجة اللي يوفاك حالو الكلام؟ طيب اول حاجة هعملها معانا بصلاية بخوتها كده بقطعها شرايح عشان اخدم علىها شوي بصلاية دي هتاخد في ليفر زيت زيتون تومة شوية سماء سنة شبت عصرة ليمون زي ما هي كده واحطها هنا ودلعها سنة شبت صغيرة عشان ريحت البصل وبقنا بصي التوم الحلو ده ورقتين نعناه اخضر حاضر حاضر هناخد النعناه ده كده حطناه برضه عشان ريحت بقنا عصرة ليمون على البصلة دي عشان تتبل زيت زيتون على البصلة دي عشان تتبل رشة مالح حلوة على البصلة دي عشان تتبل انا حب ابعد الحاجات كده عشان هتمشى في المطبخ واشوف جماله سنة كمون عشان مشاكل الفجل والكلون واخد ايدي كده اللهم صلى على النبي واعمل كده هيا ديت ركاية اي حاجة بقى تقطعها على البصل دي هتديك طعم حبيتين طماطم وشوية خيار بقت سلطة جرجير وخص بقت سلطة فجل وخص وجرجير بقت سلطة كوروم بيتقطع على الخلطة دي بقت سلطة اهو وانا شغال كده هقالوا اغاير ده كده عشان هقطع بقية الخضر واحنا مع بعض الخضر اللي موجود عندك بقى سيبك من اللي انا جايبه ده انا هعمل النهاردة فجل وجرجير انت ممكن تحط خص وجرجير ممكن تحط كرومب وفجل مثلا ممكن تكتفي بالجرجير بس حسب الرغبة حاضر والله ده اللي انا هعمله اينية اهي اهي انا عارف انت بتحبها عشان شكلها جميل ما عزيش عايز تشوف التفاصيل اللي جوه الطاجن ده حاضر اطلع لك الفراغ اه ايه الحلاوة دي صلي على الحبيب قلبك يتيب تفاصيل كتيرة جوه الطاجن ده خبرة طهوية جوه الطاجن ده اه يا رب يطلع الدبوس في ايدي اللي انا بحب لا طلع ده صدر حتى من صدر اه عشان ادور على الدبوس هتبقى الحالة خلصت خلي بالك اه تعالوا نقطع الخضار مع بعض واحنا شغالين كده اللهم صلى على النبي اه معنا اول حاجة انا حابب الفجل بصراحة الفجل من فاصيلة الدرانيات المفيدة جدا اخواننا في السين وفي اليابان الناس دي اخترعت من الفجل ده حاجات كتيرة اولهم الوسابي عارفين الوسابي صص او الوسابي بودر بيطلع من اين عم الشيف من اللي انا بقطعه تحت السكينة ده مسيرك يا فجل تبقى الوسابي اه او البودر ايه والوسابي ده ده الاساس بتاع السوشي من غيره المطبخ الياباني مالو الشخصية من غيره المطبخ الصيني مالو الشخصية في كل حاجة فطار غدا عشا الوسابي سوس داخل في كل الصلصات بتاعه اللي هو الفجل وما في ايدة الفجل حاجات كتيرة زيه زي الجنزبيل يحرك الدم في الشرايين الدقيقة من الجسم يساعد على التخلص من الكروسترول مشاكل الضغط مشاكل السكر كل ده اه ده جرجير الجرجير مش بحتاجين نتكلم عنه خالص اه خلي الطماطم ده عايزة بعدين الفجل ده العصد الفلفل ده الفلفل البلدي بتاعنا ده بيبقى طعمه مسكر شوية حالو ولطيف شفت المفاجأة بقى بشاير الخير ايه بشاير الخير يا عم مش شيف بصل اغدر اه الله بعشا البصل اغدر ده اه نحط البصل ده كده ونقلب السلطة دي ونغرفها بسرعة كده اللهم صلى على النبي فين الطبق اه اللهم صلى على النبي خب كن نغرفة هنا الطبق ده حل مخرجنا بيحب الحاجات دي ناخد ده كده اما حاجة انك تقلبها تقلبها حلوة كده اهو البصل اتخش في كل التفاصيل دي اهو ونحطها هنا وانصحك طبعا تتبليها قبل جوزك ما ييجي بثواني قبل ما نقعد على السفرة لان الورقيات زي الجرجير والخاص بيتبالوا بسرعة ناخد الطماطم الحلوة اللي انا مقطعها دي ونحطها جرنش كده عشان كده سبتها لي الاخر حلقتنا النهاردة على الشاشة فيها بساطة فيها سهولة فيها كمان خبرة طهوية الشيف المغازي قدر يعمل من الفرخة حفلة وعملنا طاج انتورلي بالخضار عملنا مكرونة بالويت سوس لطيفة وجميلة برضو فيها افتكاسة وفيها خبرة طهوية واخدى الجبنة عملنا طبق السلطة الحديث عنه طويل بمكوناته بتفاصيله يعني نقول مع بعض رؤية وفن وابداع بنشوفوا كل ما عشيشت القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة